اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن خطة المليار الزهبي وندي خطة موجودة وفي خطة لتنفذها بكل الأشكال ولكن في ناس طلعت انتقى ضدها انتوا على أي أساس بتقولوا الكلام ده طب المعلومات دي جبتوها منين طب ايه المستندات بتاعتكم او ايه ترد عليهم تقول لهم ايه هقول لهم ان قبل وعد بيلفور كاية كل مصر في التاريخ بتتكلم على ان استحالة ايه الكلام الهابل ده يعني ايه قسموا المنطقة العربية يعني ايه ياخدوا منها أرض ويدوها لليهود الموطن ليهم كان الكلام ده بيتقال عدوك فيما مضى عبر التاريخ كانت كل قوته انه بيلعب تحت التربيزة انت مش شايف حاجة وانت عليك انك تسعي وتفكري لو انت مستشفية مؤمرة معينة بتتضبر ضدك هقول انك لازم تفترضي واحد في المليون انها صحيحة وتفكري الرد عليها ايه او التجهيز لها ايه لو لا قدر انها حصل انما هو الرفض التام كده عبر التاريخ اثبت انها بتحصل يعني بورتوكولات حكم أقصيون اتشرحت فارس بلا جواد انا بقرأ البرتوكول وبشوف الاحداث اللي حصلة في العالم بلاي البرتوكول الاولاني تنفذ التاني التالت الرابع الخامس السازم بشوفوا بتنفذ السنين ايه تاني بقى طبيعي فلا لازم افترض ان في احتمالية واحد في المليون للمؤامرة عشان في المثقفين بتوع مصر هنا بالتحديد يعني يقولك يبلش نظرية المؤامرة ويكسف بعدها لما يلاقي انها فعلا النهاردة عدوك ما بيلعبش تحت التربيزة فوق التربيزة فوشك النهاردة من ساعة بالتحديد من 2011 العدو النهاردة في وشك بيقولك هعمل فيك كذا مش محتاج استقراء كان زمان الفلاسفة والأدباء والمفكرين والسياسة والاقتصاديين في العالم بيقعدوا يحللوا دلوقتي مش محتاج تحلل كنا نبقى فرحانين في عصري انا في جيلي نبقى فرحانين احنا كشفين حاجة في اسرائيل بتوضبها وبتحضرها أيام عبد الناصر نبقى فرحانين احنا شوفناها او تخيلناها النهاردة مش محتاجة ده عدوك بصفاقة بيقولك انا هعمل فيك كذا طيب احنا تكلمنا عن المليار الزهبي ايه ده مشروع ماسوني صهيوني من مئات السنين طيب هنقول ايه اللي اتحقق فيه ايه اللي اتحقق فيه اللي اتحقق فيه انك لغيتي كل المواسيق الدولية ولغيتي كل القانون الدولي اللي بيحكم العالم وإيه اللي يبقى العالم فوضى ده يتحطه امريكا هي اللي اشرفت علي وحطته تعالوا نعرف بس نحدد الاول العدو الحقيقي للامة العربية والاسلامية مين العدو الحقيقي احنا حاطين اسرائيل لانه احتلت جزء عظيم من وطننا اللي هو فلسطيني لكن هي هل اسرائيل اداة؟ وكان وجهة نظر الانجليز بوعده بالفور ان وجود هذه الشوكة بين مصر والشام لن يكون هناك وحدة الجسم الغريب الموجود الجسم الغريب الموجود خلص انا باحترم في عدوي ان هو لازم يبقى عدوي يعني هو لازم مش هيطبطب عليها ويجيب لي شوكولاتة يعني فباحترم ده يعني هو ده طبيعته انا بقى المهمة هعمل ايه يعني فاحنا من ساعة اقامة دولة فلسطين في 48 احنا ما عملاش حاجة مصر بس مصر اللي حربت مصر اللي دفحت التمن بجد من 48 و 56 و 67 و 63 انما الاحساس كدول عربية او بنعتبرها امة واحدة وطن عربي اللي تسمى الشرق الاوسط الكبير ده لو مسكناه كلمة الشرق الاوسط الكبير ورجعنا البرنارد لويس وبرجينيسكي مستشار الامن القومي في امريكا وبعد دي تبعت كندليزا ريس اللي هو مشروع ان الامة دي حتقت البعضيها ارحمها احنا نوفر الرصاص يعني هو اصفر الرصاص وخنابل وكده هي الامة الوطن العربي دي يموته بعض يموته بعض عند الخطة الصهيونية والمسونية سوريا والعراق ومصر خلصوا وقفوا حجموا سوريا اكتاعوا على العراق حضارة العراق البوابة الشرقية للوطن العربي كله عشان شخص واحد اللي هو صدام ضيعوا حضارة دولة بحالها بتاريخها المتاحة تسرقت اتدهب تسرق كل شيء في العراق تسرق في الهوجة بتاعت الاحتلال الامريكي كويس امريكا داخلت العراق بايه ان احنا جايين عشان نووي ننضف لكو لا ننضف لكو شوارعكو جايين علشان نعمل لكو مدارس ونعمل لكو مسارح ونعمل لكو زماء ونعمل لكو مهضة بتاع صدام دولة بيطلعوا يعتذروا صدام زي ما الشعب العراقي هو اللي قال انه اغتال مئة الف مواطن عراقي خلاص العراق موتت وصحقت مليون عراقي بس ايه بقى مليون عراقي مش من المواطنين الغلابة مليون عراقي من اكبر علماء الزرة والنووي والفنانين يعني لهم قيمتهم يعني معلش نوضح النقطة دي للناس يعني اسرائيل ومن وراها امريكا طب وامريكا والاوروبا والدول الاوروبية هدفهم مش غزة يعني اللي بيحصل ده كله مش عشان غزة انا بتكلم على اسرائيل اه اولا هقولك ليه انت عارفة ان حدث زي ده في العالم تقف انجلترا وفرنسا والمانيا وايطاليا وامريكا ودول اخرى بظلم بين بشكل يعني اي اعمى بجور او كفيف يشوفه ها يقف ويقول لأ اسرائيل بتدفع عن نفسها كلمات مغلوطة وسيبت من المزابح اللي عملتها اسرائيل طبعا دي شيء مؤلم بس انا بتكلم على المسندة العالم ضد مساق الامم المتحدة وضد القانون الدولي وضد كل شيء اتعمل عشان الحفاظ على الانسانية اشتركوا في القناة